تعالوا بقى اوريكوا الخضة الخضة انتعارفين احنا بنعد كده ايه محترف ولا اتنين ولا تلاتة ونفرح ونهلل بيهم تعالوا اوريك بقى دول افريقية جنبنا بسرعة كده مش هقولكوا الاسماء بس هخليكوا تشوفوا بقانيكوا عندهم عدد محترفين قد ايه يعني انا لو مدرب لمنتخم مصر وعندي 300-400 لعب في اوروبا هاختار براحتي تعالوا شوف وبعد كده هتكلم معكم دي الجزائر بص كده حمل سكرول اهو انت شايف 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 كلها دولة اوروبية كبرى بص اصلا فرنسا لوحدها قد ايه معلش هتتعطل معنا قدامي تريفيزيون شوي بص المحترفين الجزائريين في فرنسا قد ايه فرنسا بس غير بقى ايطاليا وانجلترا واسبانيا وخلافه شايف احنا لسه انا بتكلم مع حضراتكم وهي عمالة عد طبعا لو قلتلكوا الاسماء دي هنقضت كتير منتخب السنغال بص اولا اللي في انجلترا قد ايه بص اللي في اسبانيا قد ايه عد قعد عد بقى وشوف اسلامانيين حاسم مدرب مصري نقول له هم انت بتختار منين وهم المدربين بتاعهم بيختاروا منين انا المدرب لو انا بدرب السنغال هغمد عنها كده اقول ايه هنملي 23 و 24 من الفراب كودفار عد برضو عد وانت وانا بتكلم مع حضراتك كده عد بسرعة خد بالك انا جايب لك الدوريات الاوروبية الكبرى بس يعني اللاعبين دول او المنتخبات دي عندها لعبين بقى في دوريات هولندية دوري توركي دوري يوناني دوري سويسري وفي المنطقة العربية عندهم لعبين في كل حتة في العالم انا جايب لك الاماكن الكبرى تونس ليه يعني المفروض قريبة مننا شوية في عدد المحترفين اتفرج اتفرج اللي في كل دول العالم والدوريات الخامسة الكبرى بص فرنسا الوحداء قد ايه احنا بعيد منتخب النجيري بص اصلا منتخب النجيري دي كلها انجلترا منتخب النجيري اصلا كله بلعب في انجلترا طبعا الدوري ممتاز ودرجة درجة تانية وخلافها بس كل دول بلعبوا في انجلترا بس انجلترا دا احنا فرحانين بمحمد صلاح ومحمد النني وبنبوس ايدنا وش وضهر ومحمد النني حتى ما بيشاركش اساس كتير مع عرصن بس الحمد لله بص هما عندهم قد ايه غانا عد برضو دي كلها انجلترا وانت نازل وانت نازل دا المنتخب الغاني انت بقى لو حضرتك مدرب لمنتخب مصري اجنبي ولا وطني مع كامل الاحترام يعني بالمناسبة ايه دا منتخب مالي كمان عد بص في اسبانيا الوحدة وانجلترا كان قبلها ادي ايه عد طبعا عشان اجيب لك العدل الاسماء دي او اقول لك اركامهم عدد لا يحصى المغرب نفس الامر دي دول الجوار اللي زينا يعني اللي احنا سابقينهم بكتير في عدل بطولات على مستوى المنتخبات والاندية وتيجي تقول لي اصله اللاعب المصري المحلي يستطيع المنافسة واحنا كل بطردنا بص بقى مصر لا واقف هنا شوية اه هي واقفة كده اصلا يا اسف هي اصلا مش تتحرك او ما فيش تاني بس كده وطبعا في اسماء كده يا اسف احنا اسماء ما نعرفهاشهم بس معهم الجنسية المصرية بس ما نعرفهاش اصلا فعلا ما نعرفهاش مش تقيا منهم بس هم ما جوش يا مش فنهمش قبل كده دول اللي موجودين في مصر ودول في الدول اللي جنبنا انا طبعا ما جبتلكش بقى من الدول الاوروبية طبعا عشان ما بقاش بقى هزر وتيجي تقول لي وللأسف الجملة الشهيرة ما احنا خدنا كاس الأمم الأفريقية 2006-2008-2010-98 بلعبين محليين خلص الزمن ده خلص والله خلص انت مش هتقدر تلعب على المستوى ده إلا بلاعبين عندهم احتكاكات كبيرة في الدوريات الأوروبية الكبيرة لو ما عملتش كده يبقى احنا هنفضل طول الوقت عايشين على حاجة واحدة دعوات المصريين يا رب نكسب ان شاء الله احنا مش زيهم بس ربنا معانا واحنا ربنا بيحبنا وهنفضل طول الوقت عايشين بدعوات ما طبعا ربنا فوق الكل وان شاء الله يا رب ننجح بدعوات المصريين بس النجاح مش طول عمره كده فين اللعيبة اللي بتطلع برة لا قبل ما تحسب مدرب وتحسب اتحاد كلها حسب كمان الاندال ما بتطلعش اللعيبة برة حسب كمان اللي بيهدر او يعمل ازمات او يعمل مشكلة في الملعب بتاعتنا وما يخلاش تبقى صالحة كلمني على المدرجات وليه ما يبقاش فيه فسادة ازو فيه حاجات طرفهية كلمني على قطعات النشيين اللي بيبقى كل يوم فيه مجمالات فجة هو كم مرة حضرتك بتروح تاخد امنك تروح بيه اختبارات قندية ويقول لك امنك مش هينفع وانت عارف ان امنك وهو نفسه عارف انه ده ممكن يبقى حسن لعب في مصر عشان فيه واحد تاني هيجامله واصلا هو مين اللي بيختار اللعبين النشيين والاكاديميات اللي في مصر كتيرة دي بتعمل ايه غير بتكسب فلوس فيه حاجات في العمق كتير اوي اوي نروح ونصلحها انا واخد قرار انا وفريق الاعداد معايا انها الايام اللي جاية كلها هنمسك فايل فايل من دول ونقعد نتكلم فيه ونشوف ازاي نطلع حلول مش هنقعد نسرخ والسلام ما هي بلدنا والكرة بتاعتنا اللي بنحبها فاحنا هنصلح مع بعض مش هنقعد نسرخ انا النهاردة نورت النور حاولت اناور النور عارف ان حلقاتكم عارفين الحاجات دي كلها بس المصيبة اللي بيدير الكرة ما يعرفش انا ليه بقولي الكلام ده النهاردة مانا سهل اجي واقولك اتحاد كرة لا يصلح المدرب لا يصلح واقفل الحلقة واجي بكرة يجي مدرب جديد واتحاد كرة جديد وراح جاي لك بقى الحلقة اللي بعدها قال المدرب لا يصلح واتحاد الكرة لا يصلح طيب احنا كده مش هنخلص احنا غيرنا مدربين كتير واسماء كتير نختار مدرب بطريقة محترمة نفتح باب المحترفين نخلي يعني معايير واضحة للمحترفين اللي بيجونا الاجانب اللي بيجونا مش اي واحد معدي راكب طيارة نزل ترانزيت عندنا فقال لك هنزل يلعب في نادي ناخده ما هو ده بيقلل من قوة المسابقة كلها وبيقلل كمان من كويمة اللعب المصري او اهميته او امكانياته ما هو بيلعب في مستويات هزيلة انا اقول لك حاجة من الاخر احنا عايشين في مرحلة اللي هو ايه احنا بقنا برا احنا مش شايفين اللي بيحصل برا احنا هكده حلوين اوش الدوري بتاعنا حلو والاهلي حلو والزمالك حلو والاسماعيل حلو والمصري حلو وخلق احنا زي الفل ونقعد احنا بقى ايه نناكش في بعض كده ده يقول كلمة وده يقول كلمة ونقعد على الحكم هنا ونمش عادة نعمل ايه هنا ونقول ايه هنا والكلام اللطيف ده وفي الاخر المنتخم مش مشكلة ووضع اللي بيحصل دايما احنا شغلنا قوي باللي بيحصل في الاندية وفي الدور لا هو دوري قوي ولا هو دوري بيطلع مواهب واحنا ناقصنا كتير جدا محتاجين نشتغل نشتغل بس بحب ما نمتضلش نمسك لبعض الكلام يعني ايه يقول لك ايه ايه الحق كريم النهاردة قال لك انه الكرة مش حلوة يعني هو انا هو انا عايزة مش حلوة هو انا يعني انا بيحبه بقى فرحان انها مش حلوة بس هنبقى واقعين بس عشان نحل مع الدول دي اللي انا جبت في عدد محترفينها وبيلعبوا ازاي وبيكسبوا ازاي هم نجحوا عشان عارفوا بس الاول لما عندهم مشكلة احنا عايشين عالماضي اللي هو انا بطل افركة 2006-2008-2010 طيب يا سيدي الكلام ده خلاص بقى فات فيه فات فيه 15 سنة 15 سنة خلصنا بقى